بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وقال الإمام الرضا عليه السلام لابن شبيب يا ابن شبيب إذا كنت باكيا فابكي على الإمام الحسين عليه السلام فيوم الحسين عليه السلام أقرح عيوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا نعزي إمامنا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام والعالم الإسلامي بهذا المصاب العظيم ذكرى زيارة الأربعين في العشرين من صفر أيها الأخوة الزائرين والمحبين والموالين في هذه المناسبة والفاجعة الأليمة نبعث إليكم أحر التعازي والمواساة باستشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه أينما كنتم وحللتم في مشارق الأرض ومغاربها من حضر منكم ومن لم يحضر إلى قبلة الأحرار فعند الله يحتسب الأجر قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم وفي هذه المناسبة فإن الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومن تحت قبة الدعاء والشفاء ومن مثوى القداسة والطهر من قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام تبتهل لكم بقبول الأعمال وتدعو لكم بقلوب وجلة وحزينة بدعاء الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اللهم اغفر لزوار قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وارحم تلك العيون التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض سلام إليكم يا زوار الحسين عليه السلام ونستودعكم الله وأنتم تتحدون كل المصاعب والمشاق والتعب والإرهاق والطريق الطويل لتجددوا العهد والولاء والبيعة لإمامكم سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة سلاما إلى جميع المواكب الحسينية التي قدمت الغالي والنفيس من عجل خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام التي فاقت كل التوقعات بكرمها وسخائها وأخلاقها وآدابها الرفيعة والنبيلة التي جسدت قيم ومثل وأخلاق أهل البيت عليهم السلام من مواكب وأفراد ومن مختلف الشرائح وأصبح العراق يزهو ويفتخر بأخلاقكم وكرمكم ويباهي بكم العالم والأمم شكرنا وتقديرنا إلى مؤسسات الدولة التي ساهمت في إحياء هذه المناسبة العالمية العظيمة من الوزارات والمحافظات والحكومة المحلية شكرنا وتقديرنا إلى المؤسسات الأمنية وفصائل الحجد الشعبي التي وفرت الحماية والرعاية لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام لإداء الزيارة شكرنا وتقديرنا إلى كافة الأخوة المتطوعين الذين جاهدوا وقدموا الخدمات ليلا ونهارا شكرنا وتقديرنا إلى كافة الأقسام والتشكيلات التابعة للعتبات المقدسة لا سيما العتب الحسينية المقدسة التي أبلت بلاء حسنا وقدمت الخدمات وأبهرت العالم وستبقى في خدمة الزائرين حتى مغادرة آخر زائر اللهم ارزق الجميع شفاعة الإمام الحسين عليه السلام واجعل لهم قدم صدق مع الحسين ومع أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نسأل من الله العلي القدير أن يحفظ الإسلام وأهله ويخذل الكفر وأهله وأن يحفظ مراجعنا العظام ويحفظ بلدنا العزيز من شرور الأعداء وأن تبقى راية العراق خفاقة عالية على ربوع الوطن يعم الأمن والأمان والسلام إنه سميع مجيب